اشتركوا في القناة فوالله ما على أحد جناح ألا يتطوف بالصفى والمروة قالت بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفى والمروة فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفى والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفى والمروة من شعائر الله الآية قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن يهل بمناه كانوا يطوفون كلهم بالصفى والمروة فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفى والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفى والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفى فهل علينا من حرج أن الطوف بالصفى والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفى والمروة من شعائر الله الآية قال أبو بكر فأسمعوا هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفى والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفى حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر